السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفة تاحية طيبة لكم في هذا الفيديو الذي أعتبره فيديو جد مهم فيه معلومات جد جد مهمة عن الحجر الصحي في ألمانيا من يأمر بالحجر الصحي كيف يتم الحجر الصحي وما هي العقوبة التي تأتي إذا لم يلتزم أحد بالحجر الصحي خصوصا أننا نحن الآن في زمن كورونا وأن الوضع صعب أصدقائي ويجب على الناس أن يعرفوا هذه المعلومات كتبت كل شيء أصدقائي هنا في هذه الأوراق كي لا تتشتت الأفكار وكي لا يطول الفيديو وأن يبقى الفيديو مختصرا أصدقائي إذن فلنبدأ الحجر الصحي ما هو الحجر الصحي حسب القانون الألماني الأشخاص الذين يطلبوا منهم حجر صحي ليس بالضرورة أن يكونوا مصابين بالمرض يمكن أن يكون عندهم حالة شك أو أنهم التقوا بشخص كان مريضا أو مصابا بكورونا الحجر الصحي تقرره مكتب الصحة التابع لمدينة الشخص والشخص مجبر بالالتزام به والبقاء في بيته وعدم مغادرته حسب قانون يعني قانون حماية العدوى من لم يبقى في الحجر الصحي ومن لم يلتزم به يمكن أن يحكم عليه بالسجن مدة سنتين أو غرامة مالية الحالات التي يؤمر بها بالحجر الصحي شخص التقى أو سلم على شخص آخر حامل لكورونا أو شخص عنده كورونا لكن حالته الصحية مستقرة ليست عنده أزمة نفسية ولا يحتاج أن يؤخذ إلى المستشفى ويطلب منه البقاء في بيته إلى أن يشفى ممنوع الخروج من البيت شخص كان في دولة فيها الوباء مثلا في إسبانيا، إيطاليا، الصين، إيران إلى آخره ورجع وطلبت منه مكتب الصحة أن يبقى في البيت الحجر الصحي 14 يوم من أومر وطلب منه الحجر الصحي من عند مكتب الصحة جيزوند هايتس أمت ممنوع عليه مغادرة البيت لمدة 14 يوم ممنوع عليه الذهاب للعمل ممنوع عليه زيارة الأهل والأصدقاء ممنوع عليه التنزه من يعيش مثلا مع زوجته أو أهله أو أطفاله سوف يفرض عليهم جميعا الحجر الصحي خصوصا إذا لم يكن يعرف من مريض فيهم كلهم في حالة شك إذا شخص واحد بالعائلة مريض وعنده كورونا يطلب من الأسرة مغادرة البيت والدهاب إلى بيت آخر مع الأطفال يعني يخذوا الأطفال والزوجة مثلا ويدهبون إلى بيت آخر عند العائلة إذا لم يتمكنوا من هذا الأمر يمكن أن يأخذ هذا الشخص إلى المستشفى كي يبقى الأطفال والزوجة بالبيت مثلا على سبيل المثال إذا ليس لهم مكان والشخص المريض حالته الصحية مستقرة ولم يجدوا لهم مكانا فسوف يطلب منهم جميعا البقاء بنفس البيت لكن الشخص المصاب بكورونا يتم عزله في غرفة واحدة ويطلب من كل أفراد الأسرة عدم الاقتراب لتلك الغرفة وعدم الاقتراب منه واتخاذ الاحتياطات اللازمة لكن في أغلب الأوقات يتم إما سحبه هو من البيت أو سحب أسرته أو تذهب الأسرة إلى بيت آخر من أجبر على الحجر الصحي يكون من الجيد إذا كانت عنده كمية أكل وشرب تكفي 14 يوم حسب القانون الألماني لكن ممنوع على الشخص الخروج للتسوق يجب عليه في هذه الحالة أن يطلب من الجيران أو الأهل أو الأصدقاء التسوق له وجلب الطعام له ووضعه أمام البيت ويدهبون ويأتي هو ويأخذ الطعام والشرب أو يتسوق الشخص عن طريق الإنترنت لكن يجب أن يخبر الشركة أو السوبر ماركت الذي يجلب له الطعام بأنه في الحجر الصحي كي أن السائق يضع له الأكل قدام البيت ويدهب وبعد ذلك يأخذ هو الطعام من يضع في الحجر الصحي يقوم مكتب الصحة بزيارته والاتصال به بشكل يومي والتأكد أنه لم يغادر البيت ويتم الاستماع له كيف هي حالته هل ظهرت عنده حالات هل تحسن وضعه هل في شكوك هل عنده حرارة إلى آخره إذا توبت بأن حالة الصحية صعبة يتم أخذه إلى المستشفى إذا لا يوجد شيء يضل في البيت واليوم الموالي يتم الاتصال به لكن إذا كترت الحالات في نفس المدينة فهنا يصعب على وزارة الصحة ويصعب على مكتب الصحة الاتصال بالناس ومراقبة الناس وهذا ما يحصل في مدن متعددة أن بعض الناس لا يلتزمون بهذه الأمور عند انتهاء الحجر الصحي يتم فحص الشخص إذا أتبت أنه لا يحمل كورونا أو أنه شوفية تنتهي مدة الحجر الصحي بقرار من مكتب الصحة ممنوع على صاحب العمل طرد أي شخص وضع بالحجر الصحي ويصرف مرتبه أصدقائي وصاحب العمل يطلب ذاك المرتب من الدولة الناس الذين عندهم أعمال حرة ووضعوا في الحجر الصحي هنا شيئا ما صعب يجب عليهم التوجه إلى مكتب العمل وطلب كورتسجيلد ومساعدة من الدولة حسب قانون حماية العدوى إذا لم يستطع الشخص تأمين أكله وشربه لمدة 14 يوم وليس عنده أحد يحضر له الطعام ولا توجد إمكانية هنا مجبر أخذه للمستشفى لتوفير الأكل والشرب له وممنوع أن يبقى أحد بالحجر الصحي ويجوع وليس عنده من يوفر له الأكل والشرب وهنا يجب على الدولة مساعدته وأخذه إلى المستشفى وتوفير الأكل له جمعت لكم هذه المعلومات كي تعرفوا ماذا يقول القانون الألماني حول الحجر الصحي سوف أوافيكم دائما بكل جديد وبكل الأخبار الموتوقة بإذن الله شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء شكرا لكم